عدنا مواضع ثاني على البيئة يودي المواضع ما يخلاصوه بصحة ما عليش البيئة ثاني البيئة قيل ما فيها سيوتي مركز الردم التقني كيف كيف عقلية تجير سيوتي هذي مركز الردم نورمال مركز الردم هو اللي يهني يهني البيئة من المشكلة القادولات هذو ها طلق الفيديو كيف يتلم هذو كيف يتلم الحشك من القادولات والفضلات وهذو المشاكل هذي كينا واحد البرودوي مشي برودوي هايلي هنا السيوتي تعال شوه السيوتي تعال شوه مركز الردم التقني وش يدير هذا مركز الردم التقني هذا راه يساهم في عملية سقي الأراضي الفلاحية تكنولوجيا آخر متطورة مكانش قاعد يديرها هذو المركز هذو راه يشارك في السقية تعال أراضي الفلاحية بالمواد السامة المواد السامة طالقها بالأراضي الفلاحية كما لكم تشوفوا تروح للأراضي الفلاحية نورمال يشارك هو ثاني يشارك مركز الردم التقني تأه ما لا ما يهموش مركز الردم التقني المهمين لما حاجكم الله وش سموها يسموه الله لا إله الله معنا النفايات آه يا سعد يا سعد يا سعد لو تشوف شيب ما نيب شايب لابسات البراق يا سعد شايب النيب يا سعد النفايات النفايات هذه في بعض البروتوي جمعت الشياتي ماشيك ما يدروك أشحل ولا فكرة يخلوه يروح للأراضي الفلاحية يسمسمها ويدمدمها باش يكتل الحشائش الحشائش والطفهيليات ويكتلنها معاهم هذه هي البيئة في غالما نذكروا بلي نذكروا بلي غالما غالما الأراضي الفلاحية في غالما من أجود الأراضي بلك في شمال الفريقية يا خالينا من المياه الجوفية والأراضي الفلاحية وقمح البليوني ويا حسراء ماشي نهبط جماعة البيئة بتعقال ما رقمها بطي نضرب زيد واحدة زيد واحدة زيد واحدة أطلق